في فيلم حضرتك أحكي لي قدمت لنا سيدات عالتك وقدمتي علاقتك الجميلة ببنتك وعلاقتك بولدتك وقدمت ده بشجاعة وبحب لكن خليني أرجع لورا شوية لحظة مهمة جداً في حياتك خالق المخرج الكبير يوسف شاهين ده خالق عالم السينما وده خالق عالم كان والدك حابب أنه هو يمنعك عنه أساساً عاشت الفترة دي إزاي؟ أنا محظوظة جداً أنه ده حصل في حياتي أنه خالق يوسف شاهين يعني دي حاجة لا إرادية هو صحبي وهو والدي وهو المنتر بتاعي وهو اللي بترعب منه وهو عارفة كل الحاجات دي كلها كنت بخاف منه يعني هقولك ليه؟ لأنه هو بالنسبة له التصوير كان مكان مقدس يعني أنت أكنك مش بقولك تخش كنيسة ولا جامع يعني بجد يعني مفيش حد بيعمل حركة فهمت زي؟ يعني يدريش إذا فيه مفيش حد بيتحرك مفيش حد وكان فيه مثلاً مشاهد ممنوع كل الكروي يبقى موجود فيها مثلاً عداد معين جداً لأنه المشهد ده حساس حساسه عايزي فطبعاً ما كانش ممكن حد يجي يخش كده يتفرج لا تختي إذن وهو كان بيفصل لما بيخرج بيفصل يعني هو كان منتج عظيم وشاطر جداً 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 بس كان عايز حد يقول له فهمت زي؟ وأبويا حاول يبعدني عن السينما قد ما يقدر عشان هو تعب هو كان راجل سيلف ميد مان علم نفسه بنفسه وابتدى من ولا حاجة ونجح جداً في السينما وبس وقع تاني وقت التقميم وكان حاسس أنه ده مجال صعب قوي قوي فكان حابب أنه يبعدنا أنا واخوتي من مجال السينما بس أنا كمان ما كنتش عارفة أنه أنا عايزش تغير في السينما يعني ما كانتش حاجة ظهرت وأنا صغيرة مثلاً موهبة رهيبة خالص فأنا عملت كل حاجة زي ما قررواها لي وأنا صغيرة يعني الدراسة وبعدين الجامعة وبعدين جامعة دراسات عليا ومش عارفة إيه وإيه وكل الكلام ده وبعدين لما والدي توفت نيله 80 يوسف شهين قال لي تعالي اشتغلي معي وبتديت أشتغل معاه فالمدة عشر سنين أنا معرفش كنت بعمل إيه أنا كنت بشتغل وخلاص عالم دخلت عالم كده قلت عالم كبير دخلت عائلة سينمائية كبيرة جداً تعرفت على جيل بحاله فالمدة عشر سنين كده ما فكرتش ولا ثانية أنا بعمل إيه يعني أعرف رميت نفسي جوا الشغل وحبيته بس